ما أجل عام 2013 بطلب صهيوني شارعت روسيا الآن بتنفيذه منظومة الدفاع الروسية S-300 في طريقها إلى نظام الأسد بأمر من بوتين وهو نفسه الذي عطل هذه الصفقة قبل خمس سنوات بسبب الاعتراض الصهيوني تطورات المشهد العسكري والخلل الذي سببته حادثة إسقاط الطائرة الروسية في قواعد الاشتباك قبل عدة أيام أعطى روسيا ذريعة لتزويد نظام الأسد بهذه الصواريخ التي بإمكانها أن تطال الأهداف الجوية على بعد 250 كم رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي فيكتور بونداريف اعتبر أن هذه الخطوة ستؤمن منطقة حظر طيران في اللاذقية لتجنب تكرار حادثة إسقاط طائرة اليوشين 20 الردود الدولية على تزويد الروس نظام الأسد بمنظومة إس 300 جاءت حادة من واشنطن التي اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا مطالبة موسكو بإعادة النظر في هذه المسألة وعلى غرار واشنطن اعتبر رئيس الوزراء الصهيوني بن يامي نيتنياهو أن تسليم روسيا هذه المنظومة المتطورة لطرف وصفه بغير المسؤول سيؤجج الصراع في المنطقة مضيفا أن حكومته ستواصل أعمالها العسكرية في سوريا دون أن يلمح إلى تغير في موقفه المؤيد لبقاء بشار الأسد في السلطة على مدى سنوات الثورة السورية وذلك ما تردد كثيرا في وسائل الإعلام الصهيونية منظومة إس 300 وبقدرتها الدفاعية المتطورة بإمكانها أن تغطي ريف إدلب الخاضع لسيطرة المعارضة بشكل كامل ما يعني جعل المنطقة محظورة الطيران لأي دولة لا يرغب نظام الأسد بتدخلها تركيا المعني الأكبر بهذا التطور بحكم خصوصية إدلب بالنسبة لها ففي حال انهيار اتفاق سوتي بين بوتين وأردغان وشروع نظام الأسد بشن عملية عسكرية تجاه المحافظة لا يجد في طريقه حاجزا دوليا يستطيع عرقلة عملياته العسكرية